أكد مصدر أمني أنه سيتم تشييع جثامين شهداء حادث مطروح الإرهابي في جنازات عسكرية مهيبة بالقاهرة والمحافظات أضاف المصدر أنه سيتم نقل جثمان الشهيد الرائد طارق مباشر من كلية أكاديمية الشرطة القديمة بالأسكندرية إلى القاهرة ليدفن في مقابر الأسرة أضاف المصدر أنه سيتم نقل جثمان الشهيد الرائد طارق مباشر كما ذكرت لحضراتكم من أكاديمية الشرطة القديمة بالأسكندرية إلى القاهرة لكي يدفن في مقابر الأسرة كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استشهاد الرائد طارق محمد سامح مباشر وأربعة مجندين إثر قيام مجهولون يستقلون إحدى السيارات بإطلاق العائرة النارية تجاه سيارته كما استهدف أربعة إرهابيون يستقلون سيارة الكمين الأمني المعين على ذات الطريق أمام البوابة رقم ستة لقرية مارينة وقاموا بإطلاق النيران تجاهه حيث تصدت لهم القوات وبادلتهم الأعيرة النارية مما أصفر عن مصرع الجناء النائب العام يصدر قرارا في نبع عاجل مشاهدين بحضر النشر في قضية استشهاد الضابط والجنود ترجمة نانسي قنقر